اختتمت مساء اليوم الخميس ببغداد فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثالث الذي قدمت خلاله على مدار ثمانية ايام مائة وخمسين فيلما لاثنتين وثلاثين دولة استمتع خلالها جمهور السينما العراقية بمتابعة الافلام التي عرضت لننظر بشكل موضوعي انه تستطيع منظمة مدنية ان تقيم مهرجان للدورة الثالثة اغلب المهرجان تغلب الملتقيات دورة واحدة ويختفي هذه المنظمة استطاعت للمرة الثالثة ان تقيم هكذا مهرجان وهو مهرجان واسع دون ادنى شك ويعد هذا المهرجان هو الاضخم والاوسع من ناحية عدد الدول والافلام المشاركة وتنوع المسابقات فيه حيث تم توزيع الافلام على ثلاث مسابقات الافلام الطويلة والقصيرة والافلام الوثائقية بالاضافة الى جوائز اخرى ستمنح لافضل فيلم عن مدينة بغداد تكلفنا بالاشراف على انتقاء الافلام الطويلة والافلام الخاصة بحقوق الانسان وجدنا امام مشكلة في الحقيقة جد صعبة للاختيار لان جميع الافلام ستناول قضايا مختلفة ونحترم كل مخرج والافلام اللي فازت كل فيلم اكو بيفة خصوصية يعني اكو ميزة معينة يجب اكو فيلم في اطار التصوير فعلا هناك يعني جمالية عالية هناك سحر هناك يعني شيء متقدم على غير من الافلام الاخرى اللحظة الاخيرة التي انتظرها الجمهور والمشاركين خلال الايام الماضية كانت لحظة توزيع الجوائز على الاسماء الفائزة في الميرجان جائزة افضل موضوع ومعالجة سينمائية حصل عليها فيلم شجرة البلوط للمخرج مؤمل مجيد الجائزة الثانية وحصل عليها فيلم ابتسم مرة اخرى للمخرج هاشم العفاري شارك فيلمي اللي هو اسمه فيلم ابتسم مرة اخرى في قسم افاق جديدة وهي خاصة بالافلام العراقية واكيد اني من خلال فوزي بالجائزة الثانية اود ان اشكر جميع اللي ساهموا في انجاز وانجاح هذا الفيلم كما وتم الاعلان خلال حفل ختام الميرجان عن توقيع اتفاقية تعاون بين ميرجان بغداد السينمائي وميرجان العالم العربي للفيلم القصير في المغرب من اجل تبادل الخبرات السينمائية ومع توزيع الجوائز على الافلام الفائزة يختتم ميرجان بغداد السينمائي دورته الثالثة وسط دعوات السينمائين العراقيين بضرورة دعم صناعة السينما في العراق من داخل المسرح الوطني ببغداد موفق مجيد الحرة